أريد فقط أن أنوه إلى أن التحرك الأوروبي هو ضاغط أكثر على الموقف الأمريكي منه على الموقف الروسي. الأوروبيون يعتبرون أن الموقف الروسي يعمل تماما بالتنصيق والتواكب مع الدبلوماسية الأمريكية. وأن الدبلوماسية الأمريكية لو لم تكن راضية عن الأداء الروسي حتى في موضوع حلب في الأيام الأولى لم يكن لهذا الأداء أن يحصل. خصوصا أن الإدارة الروسية القيادة الروسية هي قيادة براجماتية ذكية جدا وتعترف التقاط الإشارات الموجودة في العالم. أعتقد أن الإشارة الفرنسية البريطانية الألمانية تعبر عن امتعاد أوروبي. لسيما أن أوروبا هي المعنية مباشرة بهذه الكارثة في سوريا. أذكر بأن العمليات الإرهابية ضربت في باريس وضربت في براسل في بروكسل. وهي طبعا قلب القارة الأوروبية. أن مشكلة اللاجئين هي مشكلة ألمانية ومشكلة أوروبية. وهي طبعا لا تستطيع أوروبا أن تنتظر تغيير الرئيس في البيت الأبيض أو تغيير المزاج في الكريملين. وعليها أن تتحرك للدفاع عن نفسها وعن أمنها. وأعتقد أن التحرك الأوروبي آيل إلى نتائج معينة. على كل حال الساعات المكبلة قد تفسح أكثر عن اجتماع برلين وعن اجتماع أيضا في مجلس الأمن في نيويورك.